موسيقى من الجزائر الدولية نشرة مفصلة وتتابعون فيها موسيقى 14 شهيدا على الاقل في غارة صهيونية على خان يونس في استمرار حرب العبادة الصهيونية على القطاع استشهاد صحفيين اثنين يرفع الحصيلة الى 166 صحفيا شهيدا منذ 7 اكتوبر والاحتلال يعاود اشتياح خان يونس ويفرض موجة نزوح قصري جديدة موسيقى وكالة انروة تؤكد ان ثلثي مباني غزة تضررت او دمرت وان استمرار الحرب يعني تدمير مجتمع باسرها الامم المتحدة تبدي صدمتها من تصريحات صهيونية بشأن تجويع سكان غزة موسيقى كتائب القسام تبايع يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس خلفا لاسماعي الهنية وتعلن جاهزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته وتنشر مشاهد جديدة لكمائن وعمليات ميدانية استهدفت قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة على عدة محاور بقطع غزة وحماس تنعى القائد سامر الحاج اثر استشهاده في غارة على صيدة جنوب لبنان موسيقى بجهود ورئاسة جزائرية وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات المعقدة اعتماد اول اتفاقية اممية لمكافحة الجريمة السبرانية وردود فعل مشيدة بمهانية الرئاسة الجزائرية للجنة الدولية المكلفة بوضع اتفاقية شاملة لمكافحة استخدام التكنولوجيات للاغراض الاجرامية موسيقى وفي السودان قصف عنيف استهدف مناطق متفرقة من مدينة الفاشر يخلف عشرات القتلى والجرحى والحكومة تعلن توجيه وفد عنها الى جدة السعودية لمباشرة مشاورات بشأن مفاوضات جنوب موسيقى مرحبا اهلا وسهلا بكم اخبارنا بعد الفاصل موسيقى موسيقى استشهد اربعة عشر فلسطينيا على الاقل واصيب اخرون الجمعة في غارة شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وافدت وسائل اعلام فلسطينية بوصول جفامين اربعة عشر شهيدا الى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جراء عغارات الاحتلال المتواصلة على انحاء متفرقة بالمدينة وطال القصف الصهيوني منزلا لعائلتي معمر بمنطقة التحلية وسط خان يونس ومنطقة المواصي غربي المدينة كما قصف الاحتلال منطقة العمور بالفخاري شرق خان يونس فيما استشهد فلسطينيون برصاص قناصة الاحتلال قرب مدرسة علبون في بلدة القرارة شرق المدينة استشهد صحافيان فلسطينيان في غارتين منفاصلتين شنتهما طائرة الاحتلال الجمعة على خان يونس جنوبي قطاع غزة مع عدد من ابنائهما وافراد عائلتيهما وقال مسعفنا وصحفيون ان صحفيين هما كل من تميم معمر الصحفي بقناة فلسطين وعبدالله السوسي الصحفي بقناة الاقصى وقد استشهد مع عدد من اقاربهما وذكر المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ان استشهاد صحفيين يرفع الحصيلة الى مئة وخمسة وستين صحافيا شهيدا منذ السابع اكتوبر الماضي اذ طر نازحون فلسطينيون الى مغادرة خان يونس خلال الساعة الاخيرة تحت تهديد قوة الاحتلال الصهيوري التي عاودت صباح اليوم اجتياح المنطقة وسط قصف مدفعي وجوي عنيف وغادرت العائلة المناطق الشرقية لخان يونس من دون معرفة وجهتهم في غياب مناطق امنة يحتمون بها من القصف بعد تلقيهم الخميس اوامر جديدة بالاخلاء القصري تمهيدا لما يصف الاحتلال بعملية عسكرية جديدة رحلة النزوح بين الذهاب والاياب مآلها المجهول فلا احد بين هؤلاء السائرين في خط مستقيم يدري اين سيحط الرحال يقينهم الوحيد اتباع اوامر الاخلاء الصادرة من الاحتلال الصهيوني الذي اجبرهم مرة اخرى على ترك منازلهم في الاحياء الشرقية من خان يونس والتوجه نحو غرب المدينة اغلبيتهم لم يحالفهم الحظ في استئجار سيارة او عربة لنقل امتعتهم لذا حملوا ما استطاعوا حمله كحال هذه الام تعانق كيسا بثقله المتعب والله طيبنا احنا من سكان غزة احنا تعبنين بقولوا ان هذه مناطق قامنا مناطق روحوا عالجنوب مناطق قامنا انا اخدوا جوزي وابنها سروح يجونا في قلب الدور احنا بدناش نطلع بدنا نموت في دورنا هم بناشدهم يطلعوا لنا لان احنا تعبنين والله تعبنين والله تعبنين بعد ساعة طويلة من السير على الاقدام دهمهم الليل ليجبروا على افتراش الارض ولينام ابناؤهم من شدة التعب اما كبارهم فظلوا ساهرين ببال مشتت تعزبنا خمس ساعات تقريبا نزوحنا من عبسان الكبير لخان يونس وهنا الحمد لله يعني وانا من نعيش وهنا عايشين في الشارع يعني وانا من نقعد يعني ما في اي مكان اي مطر امن غير الشارع ونتمنى عاد من الله عاد ونتمنى من دول العالم كلها انها توقف جمبنا والله ما لقينا ولا حاجة ولا مقاومات حياة المائة ما لقناها المائة ما لقناها ولا اكل ولا مائة ولا حاجة ولا محتاجة ولا حتى الدواء مش لقين والله حتى الدواء ما احنا لقين بلوغ وجهة آمنة أمر بات مستحيلا في غزة في ذل تكثيف العدوان الصهيون غاراته على كل شبر بالقطاع ذمن سياسة مدروسة وممنهجة يسعى الاحتلال من خلالها لإبادة الفلسطينيين هذا واستشد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون انفجر اليوم الجمعة في غارة شنتها طائرات الحربية الصهيونية واستهدفت على وجه الخصوص مخيمة النصيرات والمغازي وجباليا إلى جانب مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة وأفدت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارة الصهيونية استهدفت منزلا لعائلة مطر غربي مخيم النصيرات وسط القطاع كما استشهد آخران جراء غارة مماثلة للاحتلال استهدفت منازل بمخيم المغازي وسط القطاع وتحدثت مصادر محلية عن قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلوك أربعة بمخيم جباليا شمال غزة مما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحة بينما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين عاقب استهداف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة الشوافين في عبسان الكبير شرق خان يونس أكد المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان أن تكثيف قوات الاحتلال استهدافها للمدارس المستخدمة كما راكز للإيواء سياسة ممنهجة هدفها التهجير القصري وتفريغ القطاع من الفلسطينيين المرصد اعتبر في بيان له الجمعة أن التصعيد ضد المدارس وما تبعه من إصدار أوامر إخلاء قصري غير قانونية من شمال غزة إلى جنوبها ضرب لاستقرار الأهالي لأسباب تبدو انتقامية الأورو متوسط كشف أن الهجمات التي استهدفت تسع مدارس تستخدم كمراكز إيواء لآلاف النازحين في غزة أسفرت عن استشهاد تسعة وسبعين فلسطينيا على الأقل وإصابة مائة وثلاثة وأربعين آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء فيما لا تزال أعداد أخرى تحت الأنقاض قصف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين فيها لم يكن له أي مبرر فعلي رغم أن الاحتلال يحاول دائما التبرير باستهداف أحد النشطاء العسكريين أو السياسيين دون أن تثبت صحة هذا الإدعاء اتباع منهجية القصف الإسرائيلي يشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة وحرمان المدنيين من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيا بالتركيز على استهداف مراكز الإيواء بما فيها المقامة في مدارس أونروا كشف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازارين الجمعة أن اثنين من كل ثلاثة مباني في قطاع غزة تضرر أو دمر بشكل كامل ما يعني تدمير مجتمع بأسره وفق وصفه لازاريني وفي منشور له عبر حسابه على منصة أكس جدد على أن تدمير الهائل للبنى التحتية في غزة من منازل المدنيين والمدارس وأماكن العبادة والأسواق والمستشفيات أمر يساهم في تفكك كوك النسيج المجتمعي الفلسطيني عرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن صدمته الشديدة إزاء تصريحات وزير مالية الكياني الصهيونية اليمينية المتطرف سموتريش حول تجويع سكان غزة وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم تورك في تصريح إن المسؤول الأممي يدين بشأ شد العبارات هذه التعليقات التي تحرض على الكراهية ضد المدنيين الأبرياء مشددا على أن تجويع المدنيين يعد جريمة حرب واعتبر المسؤول الأممي أن هذا التصريح العلني يهدد بالتحريض على جرائم فضيع أخرى داعيا إلى التحقيق فيها إن المفوض السامي مصدوم ومرعوب من كلام الوزير سموتريش الذي قال إن ترك مليوني فلسطيني في غزة يموتون جوعا يمكن أن يكون مبررا وأخلاقيا من أجل تحرير الرهائن وإننا ندين هذه الكلمات بأشد العبارات والتي تحرض أيضا على الكراهية ضد المدنيين الأبرياء يجب أن تتوقف فورا مثل هذه التصريحات ويجب التحقيق بشأنها وإذا تبين أنها تشكل جريمة فيجب مقاضات مرتكبها ومعاقبته هذا وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن ألا إقبالك ريشنان إن له اعتقادا راسخا بقدوم يوم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وأشدد المقرر الأممي في تصريح له الجمعة على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات ضد الكيان الصهيوني على غرار العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري خاصة من خلال القرارات التي يمكن اتخاذها عبر الجماعية العامة للأمم المتحدة بعيدا عن الفيتو الأمريكي داخل مجلس الأمن أعتقد أننا الآن عند نقطة تحول ورغم أن يوم المحاسبة قد لا يأتي على الفور إلى أن الواضح أن إسرائيل وسياساتها ستتغير لماذا لا يطاح بها؟ إنها تتعارض مع كل المثل العليا لمثاق الأمم المتحدة وتقتل موظف الأمم المتحدة أينما تريد وتصف الأنروا بالمنظمة الإرهابية إسرائيل لا تريد أن تكون جزءا من الأمم المتحدة دعونا إذن نسقط نظامها دعونا لا نطرد إسرائيل بل نسقطها لا يمكن أن يحدث ذلك بموافقة مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الأمريكي لكن من الممكن أن يحدث ذلك من خلال الجمعية العامة أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة مبايعة يحيس والرئيس المكتب السياسي لحركة حماس المنصب حديثا خلفا لإسماعي الهنية وأكد في بيان مقتضب جهوزية كتائب القسام الكاملة لتنفيذ قراراته وأشار أبو عبيدة في البيان ذاته إلى أن الجناح العسكري لحماس يرا في اختيار السنوار لخلافة القيادي إسماعي الهنية دليلا على حيوية الحركة والتماسكها وقوتها بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صورا جديدة قالت إنها لكمين مركب نصبه أو نصبه مقاتلها في محيط مسجد البراء بن عازب يحيى أو بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة بتاريخ السادس والعشرين جوليان مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما استهدف مقاتل كتائب القسام مبنى تحصنت به قوة صهيونية قوامها تسعة جنود الكتائب بيان لها عبر تيليجرام اوضحت ان مقاتلها استهدفوا بقذيفتين تي بي جي مبنى تحصنت به القوة صهيونية في حيث للسلطان غربي مدينة رفح جنوب القطاع واوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح مع رصد هبوط الطيران المروحي لاجلائهم هذا واستعرضت المقاومة الفلسطينية مجموعة طائرات استخباراتية صهيونية تمكنت من السيطرات عليها بمدينة غزة وبثت سرايا القدس الجنح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي عبر حسابها الرسمي على منصة تيليجرام مشاهدة لما قالت انها طائرات استخبارية بدون طيار تابعة للاحتلال استولت عليها في مدينة غزة إلى ذلك نعت حركة المقاومة الاسلامية حماس القائد الميداني سامر الحاج الذي استشهد الجمعة إثرى غارة صهيونية على مخيم عين الحلوة عند مدخل مدينة صيدة جنوب لبنان وذكرت وكلة الأنباء اللبنانية أن مسيرة صهيونية استهدفت بساروخين سيارة نربعية الدفع تعود للقياد سامر وذلك قرب دوار الحسب في صيدة ما أدى إلى استشهاده وجرح مدنيين آخرين كان موجودين في المكان لحظة الهجوم بدورها نعت كتائب القسام الجنح العسكري لحركة حماس القائد سامر الحاج مؤكدة في بيان لها عهدها على مواصلة طريق المقاومة قائلة إن دماء الشهداء نبراس ينير لها طريق التحرير دعت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة في بيان مشترك الخميس إلى استئناف محادثة وقف إطلاق النار في قطاع غزة قال زعماء الدول الثلاث في بيان مشترك إن الوقت قد حان لاستئناف المحادثات فوريا وضع حد لمعاناة سكان غزة المستمرة منذ أمد بعيد وفق البيان الذي اخترح إجراء هذه المحادثات في الدوحة أو القاهرة في الخامس عشر من الشهر الجاري لقد حان الوقت كي يوضع فوريا حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلاتهم وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة حيث لا يتبقى سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ البيان أضاف أن الوقت قد حان لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين نحن باعتبارنا وسطا مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغارات وحل المسائل المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف هذا وفي تصريح له قال ممثل حماس بالجزائر أسامة حمداني أن الحركة عملت بمسؤولية ومرونة كافية لإنجاح المفاوضات غير أن الكيان الصهيوني يستمر في المماطلة وجر المنطقة إلى المزيد من التوتر تواصل الدعم الأمريكي العسكري السياسي والمالي هو الذي يشجع نيتنياهو على مواصلة التهرب من الاتفاق الذي رحبت به الحركة أكثر من مرة يجب أن تواجه الإدارة الأمريكية الأزمات التي يصنعها نيتنياهو أمام هذا الاتفاق باستخدام أوراق القوة التي تملكها الإدارة الأمريكية بدلا من الحديث بلغة الطرفين التي توحي أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تتحمل جزءا من المسؤولية عن الفشل بالوصول إلى اتفاق الحركة عاملت بمسؤولية وجدية ومرونة كافية يمكنها أن تؤسس لاتفاق منذ شهور خلات ولكن النيتنياهو يواصل جر المنطقة إلى مزيد من التوتر ومزيد من النيران التي ستتجاوز حدود فلسطين ولا أحد يمكنه التوقع نهاية هذا السيناريو أو التحكم بحجمه شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الجمعة عملية اقتحامات واعتقالات واسعة بطول كرم وبلدة فرعون جنوبا تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال وأفدت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال وزع قواته على المحور الغربي بمدينة طول كرم يحاصر منزلا قرب مستشفى الإسراء ويعتقل للشاب مروان عبد الرحمن كما دفع بتعزيزات عسكرية ونشر قناصته بالمنطقة هذا ودهم الاحتلال وفق المصادر ذاتها عمارة الفاتح شرقيتو الكرم ونفذ عمليات تفتيش لمنازل الفلسطينيين اعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل شخصين الجمعة في غارة بمسيرة شنها الاحتلال الصهيوني على بلدة ناقورة جنوب لبنان فيما استهدفت طائرة الحربية للكيان أطراف بلدتي دير ميماس وكفر كلا تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاع في أجواء جنوب لبنان نقلت وكلة رايترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن البيان المشترك للزعماء لا يرتبط بالوضع الكليمي بشكل أوسع وإذا كان له تأثير على إيران فهذا أمر جيد واعتبر ذات المتحدث أن أي تسعيد إيراني من شأنه أن يقوض آمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن التركيز سيتغير قائلا إن تبعات أي هجوم تشنه إيران ستكون كبيرة للغاية بما في ذلك على الاقتصاد الإيراني تمكنت لجنة الحكومية الدولية المكلفة بسن اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجية المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية برئاسة السفيرة الجزائرية فوزية مباركي من اعتماد نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السبرانية وهذا بعد ثلاث سنوات متواصلة من المفاوضات الحثيثة مع كافة الدول الأعضاء اللجنة التي ترأسها الجزائر منذ 2021 عقدت ثمان دورات مخصصة لمفاوضات تخللتها مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية وفريق عملها في ظروف فائقة التعقيد وكللت جهود الدبلوماسية الجزائرية باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية بإجماع كافة الدول الأعضاء وعقب اعتماد نص الاتفاقية توالت ردود أفعال الدول المشاركة التي أشادت كلها بمستوى المهنية والحياد الذين اتسمت بهم الرئاسة الجزائرية للجنة في قيادة هذا المسار التفاوضي المعقد أعتبر إذن أن الوثيقتين الأوليين قد اعتمدت والوثيقة حاملة الرمز على AC 291 على 27 على رف واحد سترفق بتقرير هذه الدورة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ستتفاهمون أن تغمرني المشاعل الفيادة فقد أمضينا ثلاثة سنوات نعمل عملا حثيثا تحت ضغوط كبير للغاية كان الأمر صعبا أرجو أن تسفقوا كذلك لطاهر أعلن المجمع الطاقوي الجزائري سونة طراك باستئناف نشاطه في نيجر عبر مشروع كفرة يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز الشراكة مع شركة سوندابا نيجيرية وتسريع وطيرة تنفيذ المشاريع المشتركة بما في ذلك مشروع أنبوب الغاز العامر للصحراء في خطوة تعكس طموحاتها الاستثمارية بالقارة استمراء يرسم المجمع الطاقوي سونة طراك عودة نشاطه في النيجر باستئناف العمل في مشروع كفرة من خلال التوصل إلى اتفاق مع شركة سوندابا نيجيرية بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تقدم المشروع وتجهيزه لمرحلة الإنتاج مشروع كفرة الذي قام مجمع سونة طراك بالاستثمار فيه منذ 2015 هو من المشاريع المهمة في النيجر ونحن الآن في المرحلة الحاسمة من هذا المشروع وهو التطوير للإستكشاف تم الاتفاق على جدول عمل لتحديد برنامج مدروس بين مجمع سونة طراك وشركة سونداب من أجل تقدير جيد للاحتياطات في منطقة كفرة التي تبعد عن الحدود الجزائرية بثمانين كيلومتر وكذلك التحديد الكمية الإضافية بهدف وضع آبار المنطقة قيد الإنتاج استئناف سونة طراك لنشاطها في النيجر يأتي ضمن استراتيجية طموحة سطرتها الجسائر والتي تهدف إلى المساهمة في تعزيز القدولات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية الطاقوية في القرى على غرار مشروع عمبوب الغاز العابر للصحراء الذي يشكل حجر الأساس للتكامل الاقتصاد بين إفريقيا وأوروبا الجزائر تقترح دائما مشاريع متكاملة للبلدان الإفريقية في مجال المحروقات من خلال إقامة منشآت قاعدية وإنجازها بالشراكة وكذلك المرافقة التقنية والنقل الخبرة والمعرفة التي اكتسبتها سونة طراك منذ سنوات لصالح البلدان الإفريقية عودة سونة طراك للنيجر ليس مجرد استئناف للأعمال بل هو انطلاقة جديدة نحو تحقيق أمن طاقوي يمتد مساره لضفتي المتوسط انطلاقة تبرز التزام عملاق الطاقة الجزائري والإفريقي بتقديم مشاريع مبنية على أساس من الثقة والتعاون المثمر كشف أحدث تقرير عن المجلس الوطني الاغتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري عن تسجيل الجزائر أداء ونموا قويين خلال 2023 وسط تواصل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في العالم بفعل تدابير اتخذت الحكومة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجزائر تقف أمام استقرار نمو قوي وقادر على الصمود وتعزز من صلابة اقتصادها الكلية على وقع هكذا بيانات حديثة إيجابية استشرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري تقريره لسنة 2023 بفعل تسجيل ميزان المدفوعات فائضا تجاريا يفوق 12 مليار دولار خلال المدة نفسها وضع الجزائر الخارجي حافظ على مستوى مارين بفضل الميزان التجاري الذي يواصل تحقيق فائض في ظل سياق عالمي أصبح جيوسياسيا أكثر من أي وقت مضى سنة 2023 تميزت بالالتزام المستمر لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الرغم من التحديات المستمرة فالتدابير المتخدة عكست عزم السلطات العمومية على العمل من أجل الحفاظ على مستوى النمو الذي يرتفع باستمرار على المدى الطويل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وفق جهد مبذول كان ملحوظا وتقدما ملموسا الهيئة الجزائرية تطرقت إلى الإمكانات الهائلة والقدرات الكبيرة التي تحوز عليها البلاد في قطاعات مختلفة مؤكدة أن بإمكانها مواصلة تحقيق الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين وتكريس نهج الانتعاش الاقتصادي مع وجوب ضمان سياسة اجتماعية وتضامنية بناء على استراتيجيات مدروسة ومبادرات حكومية التطور الديمغرافي يشكل فرصة وتحديا في آن واحد حيث يوفر السكان إمكانات كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسيما من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الفئات العمرية النشطة وخاصة النساء والشباب البيئة المعيشية لسكان ورفاههم شهدت تحصنا كبيرا إذ يكشف تقريرنا استخدام مقاربات غير نقدية عن حدوث تحصن ملموس على إثر الانخفاض الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد هذه الجهود المبذولة في مختلف المجالات في الجزائر بنتائج ملموسة حيث تم تصنفها ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة وفقا لتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي أظهرت هيمنة الجزائر على منطقة المغرب العربي آخر مؤشرات المجلس الاقتصادي الجزائري تدعم مكانة البلاد المحورية إقليميا وعالميا رغم التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي على ضوء ارتدادات الحرب في أوكرانيا والتوتر بالشرق الأوسط ودخول المعمورة أزمة متعددة الأبعاد مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم القياسية وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة في موضوع آخر دعى الرئيس التونسي قيس عيد إلى اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة غير النظامية لوضع حد للظاهرة والقضاء على أسبابها الرئيس عيد أكد خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية الإفوارية ليون كاكو أدوم بقصر قرطاج أكد أن بلاده ترحب بالأشقاء الأفارقة وتحرص على معاملتهم معاملة إنسانية مضيفا أنها لن تسمح بوجود أشخاص خارج القانون في تونس وأكد الرئيس التونسي على اعتزاز بلاده بانتمائها الأفريقي وحرصها على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف هذا ودع الرئيس التونسي إلى مضاعفة الجهود للتصدي لكل أنواع الجريمة خاصة ممن يستعدون من وراء السطار لتأجيج الأوضاع في الانتخابات وفق بيان الرئاسة التونسية الرئيس قيس عيد عند لقائه وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيام الصادق شدد على أن التوقفات الأخيرة لعدد من الأشخاص الذين تعمدوا قطع المياه والكهرباء في العديد من المدن والقرى أثبتت وجود حملات إجرامية مفضوحة الأهداف سيتصدى لها الشعب التونسي وفق تعبير الرئيس سعيد تقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب آخرنا في قصف مدفعي عنيف شنت قوة الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي سودان وفق شهود عياد واستهدف القصف سوق المواشي وأحياء الرديف والثورة بجانب المستشفى السعودي غربي المدينة ووصف حاكم إقليم دارفور عملية القصف بأنها جريمة مروعة وإرهابية وتشهد طبعا مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور منذ أشهر قصفا مدفعيا عنيفا أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وفرار الآلة من المواطنين قالت الحكومة السودانية إنها قررت إرسال وفدن إلى مدينة الجدة السعودية للتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار المقررة في جناف حسب ما أفادت به وكلة الأنباء السودانية الجمعة وأكدت الحكومة السودانية أن إرسال وفدها الذي سيرأسه وزير المعادل محمد بشير عبدالله إلى جدة يأتي حرصا منها على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد ورفع المعاناة الناتجة عن الحرب وكانت الولايات المتحدة الأمريكية دعت في وقت سابق كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات لوقف إطلاق النار تستضيفها السعودية وسويسرا حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من الارتفاع الحاد في الجفاف الناجم عن ظاهرة النينو بما أضحى يشكل تهديدا خطيرا على صحة السكان بجنوب أفريقيا وأعلنت مساعدة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي عن تقديم هيئتها مساعدات مالية لفائدة ما يزيد عن 25 مليون شخص متأثر بالنينو في المنطقة فضلا عن ملايين على أطفال الذين يعانون من التقزم وسوء التغذية يوجد 27 مليون شخص متأثر بالجفاف الناجم عن ظاهرة النينو في منطقة جنوب إفريقيا وبرنامج الأغذية العالمي يستهدف خمسة ملايين وتسعمائة ألف منهم بأموال المساعدات التي يقدمها في هذا البلد يعاني 21 مليون طفل من التقزم ويعاني ثلاثة ملايين ونصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى علاج تغذوي قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة أن الأجهزة الأمنية في البلاد يجب أن تظل في حالة تأهب قصوى طوال عطلة نهاية الأسبوع أمام موجة عنف المحتملة وشدد ستارمر في تصريح له خلال زيارة التفقد لمركز تحكم في شرطة العاصمة لندن على ضرورة تأمين والحفاظ على سلامة المجتمع معتبرا ذلك أولوية قصوى أعتقد أنه من المهم حقا أن نحافظ على حالة تأهب قصوى أنا مقتنع تماما بأن وجود ضباط الشرطة في الأماكن الصحيحة خلال الأيام القليلة الماضية والعدالة السريعة التي يتم تطبيقها في محاكمنا كان لها تأثير حقيقي عليكم البقاء في حالة تأهب قصوى حتى نهاية هذا الأسبوع لأنه يتعين علينا التأكد من أن مجتمعاتنا آمنة ومأمونة وتشعر بالأمن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الأوكراني على منطقة كارسك الروسية الحدودية بالاستفزاز الكبير لموسكو بوتين وخلال ترأسه الجمعة اجتماع مجلس الأمن القومي الروسية المخصص لتباحث ملف مكافحة الإرهاب أكد استمرار مواجهة القوات الروسية القوات الأوكرانية بمنطقة كارسك لليوم الرابع تواليا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مواصلتها صدما وصفتها بمحاولة التوغل الأوكراني في منطقة كارسك الحدودية لليوم الرابع تواليا وأشارت الوزارة في بيان لها الجمعة إلى أن خسائر القوة الأوكرانية في ساعة الأربع والعشرين الماضية بلغت أكثر من مائتين وثمانين عسكريا وسبعا وعشرين وحدة مدرعة ليصل إجمالي الخسائر جراء القتال إلى تسعمائة وخمسة وأربعين عسكريا وأكثر من مائة مركبة مدرعة حسبها هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق نقل قوات احتياطية إلى منطقة كارسك لصد الهجوم الأوكراني مع إعلان حالة الطوارئ فيها بالإضافة إلى إجلاء آلاف المدنيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية من العمل النشط لوحدات تجمع القوات السيفر جرى منع محاولات الاقتحام من قبل وحدات العدو في عمق الأراضي الروسية في اتجاه كارسك بلغت خسائر القوات المسلحة للأوكراني أكثر من مائتين وثمانين عسكريا وسبع وعشرين وحدة من المدرعات أنزلت الضربات النارية على الأفراد والعتد الأوكراني في مناطق بلدات دارينو وغوغوليفكا وميلوفوي ونيكولوسكي وفي ضواحي السوج الغربية في المجموعة بلغت خسائر العدو تسعمائة وخمسة وأربعين عسكريا ومائة واثنتين من المدرعات قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن روسيا ستواصل إثارة مسألة ما وصفتها بالأنشطة الوحشية لنظام فولدمير زيلانسكي ورعاته أو رعاته أقول في الأمم المتحدة وغيرها من الهائئة المتعددة التلاتراف وحسب زخاروفا فقد لفتت موسكو انتباه المجتمع الدولي في أكثر من مناسبة إلى الحقائق المتصلة بالوحشية الأوكرانية ضد المدنيين مثل ما تسميها وأضافت أن كييف تواصل توسع هذه الأنشطة وهو ما تؤكده الأحداث الأخيرة وفق قولها في شأن آخر تشغل القضية الفلسطينية على وجه الخصوص والتوترات في الشرق الأوسط عموما حيزا مهما في أجندة المرشحين الجمهوري ترامب والديمقراطية هاريس إلى أن التصريحات والتعليقات حول المستجدات لم تتغير على الصعيد السياسي مع استمرار الدعم لا مشروط للكيان الصهيوني بالرغم من ارتفاع الأصوات المساندة لفلسطين منذ بداية العدوان على غزة اتجاهات الرأي العام الأمريكي حول القضية الفلسطينية شهدت تغييرا ملحوظا وتعاطفا شديدا منذ بداية العدوان على غزة بالمقابل هذا الدعم الإنساني لم يتبلور في السياسات الخارجية للبيت الأبيض بل على العكس ما زال الدعم الأمريكي للكيان متواصلا بشكل مطلق ولا محدود وهو ما ينعكس أيضا على الحملات الانتخابية للمرشحين للسباق الرئاسي ترامب أو هاريس وجهان لعملة واحدة لا تقبل التدخل لردع جرائم الكيان الصهيوني بالرغم من تراجع نسب التأييد للكيان وسط الديمقراطيين خاصة في أوساط الشباب والأقليات العرقية التي تمثل شرائح مهمة لم تتغير سياسة الحزب في دعم الاحتلال ما يترح تساؤلا عن وجهة تلك الأصوات في الانتخابات العامة نوفمبر المقبل والتي قد تصنع الفارق الضئيل وفق استطلاعات الرأي أما الحزب الجمهوري فيشهد تزايدا في تأييد الاحتلال بتغطي من نفوذ التيار المتطرف داخل الحزب وسيطرة اللوب السهيوني على المؤسسات الاقتصادية الكبرى التي تمول الحملات الانتخابية للمرشحين كما أن ترامب يعد حليفا قويا للكيان مترجما ذلك في فترة رئاسته السابقة ارتباط الولايات المتحدة بالشرق الأوسط كان حاسما في قضايا مختلفة حفاظا منها على نفوذها الاقتصادي خصوصا إلا أن اتساع أزمة الثقة تجاه واشنطن المنحاز للكيان الصهيوني والداعم له بالسلاح والفيتو جعلها تخسر دورها كقوة دولية لصالح غريميها روسيا والصين ما يفقدها السيطرة على التصعيد المتزايد بالشرق الأوسط بما يندر باندلاها حرب شاملة مستمرون معكم من الجزائر الدولية أولمبياد باريس بعد الفاصل ستكون البطلة الجزائرية إيمان خليف على موعد مع كتابة التاريخ صهرة اليوم بداية من الساعة التاسعة وإحدى وخمسين دقيقة بملعب رولانغاروس عندما تخوض نهاء الملاكمة وزن أقل من 66 كيلوغرام ضمن الألعاب الأولمبية الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس ابنة مدينة تيارة الجزائرية ستلاقي في المشهد الختامية الصينية يانجليو وعينها على الفوز بالنزال وتحقيق ميدالية ذهبية ثانية للجزائر بعد ميدالية كيليا نمور وتصبح أول عربية وأفريقية تحقيق هذا الإنجاز هذا تأهل العداء الجزائري جمال سجاتي اليوم الجمعي لنهاي سباق ثانية للجزائرية ثمانمائة متر ضمن الألعاب الأولمبية في باريس الفين واربعةين وعشرين وتمكن العداء جمال سجاتي من التأهل إلى النهائية ونهائي ثمانمائة متر عن جدارة واستحقاق بعد تصدره سباق النصف النهائي متفوقا على الجميع وسجل البطل الجزائري جمال سجاتي توقيتا قدره دقيقة وخمس وأربعون ثانية وثمانية أجزاء من المئة وعقب تأهله أعرب العداء الجزائري عن فخره ببلوغ الدور النهائي من الأولمبياد الحمد لله هذا قد فضل الوالدين ضد الله سبحانه وتعالى والوالدين دعاتهم ونشكر المترجم السياعي والبطلة أولمبيا بني دمرة لصهرين عليهم والحمد لله إن شاء الله نتمنى مكون أعمى قلبي إن شاء الله نسمى محشي الواطنين سيبغماش يكون ساعة الفلاقين إن شاء الله نكون وجد ذهنيا وإن شاء الله نفضح حشاب الجزائري يعني نتمنى مكون قلبي هذا واحن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البطل جمال سجاتي على تأهله إلى نهاي سباق 800 متر في أولمبياد باريس وقال الرئيس تبون لسجاتي عبر تغريدة على منصة اكس أنت في طريق الذهب وستصل بحول الله وعودة إلى منازلة إيمان خليف ينضم إلينا من باريس ياسين مبروكي موفد الجزائر الدولية مرحبا أهلا وسلام بك ياسين طبعا كيف رصت الأجواء في محيط قاعة رولاند جاروس أو في عموم طبعا عموم فرنسا قاطبة قبل ساعة من المنازلة النهائية لإيمان خليف تفضل مساء الخير عبد الغفور تحية لك وتحية لجمهور قناة الجزائر الدولية نحن إذن على بعد دقاء قليل من الآن حتى تكون إيمان خليف على موعد مع الذهب وعلى تحقيق أول ميدالية ذهبية لجزائر في رياضة الملاكمة هذه الذهبية التي نأمل أن تكون أيضا ذهبية ثانية في هذه الألعاب على أن تختتم بذهبية ثالثة للعداء المتميز جمال سجاتي إذن ما نعيشه اليوم في قاعة رولاند جاروس واستفنائه صراحة وحقيقة من خلال تواجد الجالية الجزائرية بكثرة هنا التي جاءت لمساندة إيمان خليف وتمكنت هذه الجالية من الحضور على مراية الجزائرية لمساندة ومؤذرة لقفلة وقد تم بيع التذاكر بأسعار عالية تجاوزت المئتي يورو الكل هنا يسأل ويمحث هل فيه يعني من من تذاكر هل عندكم من تذاكر خاصة أو غير ذلك حتى لا تمكن من الدخول لشاهدتي هذه منازلة منازلة إيمان خليف ضد الصينية يانجلي نعم أشكرك جزيرة شكر مفادة الجزائر الدولية إلى باريس ياسين فبروكيا على كل هذه التفاصيل طبعا التوفيق كل التوفيق لإيمان البطلة الجزائرية شكرا جزيلا لك كامرة ثانية في تصريح خصت به قناة الجزائر الدولية أبدت البطلة الأولوبية كيليا نمور افتخارها بالكلمات التشجيعية التي تلقتها من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واعتبرتها شرفا وحافزا نعم لقد تلقيت اتصالا هاتفيا من السيد رئيس الجمهورية الجزائرية كنت في غرفتي في مبنى القرية الأولمبية نعم لقد ربطني المعاون الخاص بالرئيس الذي شكرني وقال أنني مفخرة الجزائر كما أنه قدم لي دعوة للحضور إلى الجزائر وأنا متشوقة جدا لذلك فتلقيت هاني من السيد الرئيس هو شرف لي ولا يمكنني إلى أن أكون فخورة بذلك فهي حافز إضافي وفي حوارها وفي حوارها مع موفد قناة الجزائر الدولية وجهت كيليا نمور كلمات تشجيعية للملاكمة الجزائرية إيمان خليف متمنية لها الوصول إلى مبتغاها أشجعها بكل قوة وأنا خلفها وأساندها أتمنى أن تصل إلى مبتغاها برياضة نسل إلى ختام نشرتنا شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة